يعني فرقة عاملة موسم انتقالات رائعة جدا جايبين المفروض جاهز فني اسم كبير الكابتن قهب جلال وجاهزه المعاون فجأة الجاهز بيمشي فجأة اللاعبين دول ما بيقدموش مستوى كبير حتى بحمود جادل كان من أفضل حراس الدوري السنة اللي فاتت مش بيقدم مستوى كبير معظم اللاعبين مش بيقدموا مستوى كويس ايه ليه ليه المصري يطلع بصورة مش جيدة حتى الان في الدوري انا يمكن كنت بكلم مع كابتن ويل قبل ما ندخل على الهواء انا يعني من الناس اللي بتحب الكابتن قهب جدا ومقتنع انهم مدارب كويس لكن بتبقى هي كيمية النهاردة انا كيمية مش مش مع الناد المصري فمن البداية انا شايفت تعاقد مع الكابتن قهب كان غلط كان لازم مدارب اجنبي يعني خلاص انت موجود بالامكانيات دي كلها والموارد ومستر كامل بصراحة يعني يعني مدعم الناد بصورة كبيرة جدا لكن يعني كلنا كلنا انا بكرمك بلسان حالة جمهور برسعيد ان انا راجل برسعيد كنت مستنى الدور يبدأ يعني بطلع في كل البرامج من تنك حقيقي والله العزمي كده لا ده انا هقول المصري نافي انا كنت قاد مع كابتن شريف خشاب في برنامج فبيقول لي المحلة في النص معهم المصري قلت له مصري مصري مين ده احنا انت بتهزق قبل السابق للمسلم ابدأ الله انا مربع زعب على الان انا مربع زعب على الان انا مربع وفرحان بالصفقات اللي موجودة ولعبات ايلا مع مستر كامل الكلام اللي احنا قلنا ده كله لكن بداية الكابتن اهاب ما ينفعش تقول الكابتن اهاب بدأ مع النادل مصري السنة دي لأ كان في تجربة قبل كده كانت نجحة لكن برضو فشلت في الاخر وكان حصل فجوة ما بين الكابتن اهاب مع بعض من جمهار النادل مصري فخلاص شخصية جمال بورسعيد دايما بتحب المدرب الهايبر ايوة اللي شبههم تحب حسام حسن تحب حسام حسن وعلى شكلية حسام حسن كابتن الكبير طبعا صح يعني بتحب اعنا بقوله على سبيل المسال اه وكيف كان علاقة بين جمال مصري وكانت حسام حسن وخلي بالك مع الكابتن معين كان نفس الكلامي يعني كالكابتن معين طول انت بكون اكتر اتنين مدربين شفتهم مابيتحجموش من من بورسعيد كان الكابتن حسام وكابتن معين في الفترة قوليها جدا كسب علاقة عظيمة. حقيقة وقدم احسن كرة مع الناد المصري وقبلها الكابتن حسام. فهم دايما طبعي الشعب هم عايزينك زيهم. كابتن عاب مش كده. فانت برضو كنت لازم تقرأ الصورة دي من بدري. خلاص. بالهيستري اللي احنا قلناها. ما بتخش بقى في. في حاجات بتبقى في الملع وفي حاجات نفسية بره الملع برضو انت بتبقى محتاجة يا مدار. عارف اللي انا هيفصل كل دقائق كريم. ان اول مطش المصري وسيراميكا. المصري كان لازم يكسب. خلاص. صح. تبدأ تعمل رصيد. زي ما قلت لها زي ما قلت من شوية اي العيب بيبدأ مع ندي جماهيري. لازم يبدأ بمستوى كويس. هو مش لازم. بس انا بقول يفضل ان هو يبدأ بمستوى كويس. ليه? دخلت قلوب الجماهير خلاص. انت كده تمام. لكن الكابتن اهاب كان في زي ما اعتقد. يعني ما اكسبش اللي هو مطش المصري. فالناس بيتبدأ بقى تتخض ايه المقارنات دي. طب اتسر منك ما اكسبش اللي احنا وباعكاب يخسر من اي فرقة. طب المصري محتاج الفترة اللي جاية? آآ المصري محتاج مدارك كويس جدا. طبعا كابتن طرق سليمان يعني الله يكون فعونه طبعا آآ مسك مطشين مع الجهاز مع محمد عبنصف ومحموده الحكيم وكابتن مجد الشناو معهم يعني جهاز يعني بصراحة انا بشفك على اي حد بيخش في ندل مصري في الظروف اللي صعبة. يعني هما بصراحة عملوا اللي عليهم. مش عايز اقول النتيجة. هم معزورين طبعا هما لسه جايين بقى لهم مطشين. لكن لازم يبقى فيه تعاقد مع مدارك اجنب كويس جدا. آآ النهاردة انا شايف اول خطوة في خطوات الاصلاح النهاردة ممكن مجلس دارة ندل مصري قرر خصم خمسين الف جنيه من من اللعيبة. ودي حاجة كويسة جدا. لازم بيقى فيه سواب وعقاب. النهاردة انت بيتخلق لك مورد ممكن تاخد منها فلوس زمان انت عايز. النهاردة ما اعتقدش ان مستر كامل بعد المطش مفيش مكافئة مكسب. مفيش اقصات منتأخرة. لأ النهاردة كمان راح مجمد مستحقاتهم. فانت النهاردة مش عايز تاخد. يبقى انا اللي اخد منك. شح. فانا شايف النهاردة بداية التصريح. مش عايز تاخد مكافئات. فانا اللي اخد منك بقى. بالضبط. ده حقيقي. فلازم يبقى انا ممكن كمان يعني اعتقد ان يبقى التعاقد مع باتشيكو. كان فيه كلام لغاية دلوقتي يمكن هو قرى بالاسماء المرشحة ايه. وباتشيكو شايف ويبقى كرار جيد. انت عايز رأيي انا بقى. بصراحة انا ما بحبش اي مدرب اجنبي يمسك اي فرقة مش مشه كويس. اقولك ليه. مدرب الاجنبي بياخد له تلات اربعة مدرب اجنبي. انا بقولك على حيحصل. انا مش هاين في عقود مدرب اجنبي. انا عايز مدرب اجنبي في بداية الموسي. انا بس اعايز اقولك على حاجة. احنا ليه عملنا ازمة من لا ازمة بدري اوي كده. يعني الاربع مدرب اجنبي انا مش شايف الدنيا يعني خد وقت طويل عشان نقول ان في ازمة ان هو لعاب مسلا عشر مدرب اجنبي ولا حاجة. والدنيا تقزمت اوي. انا كنت لسه اتناقش من كابتل الكهيم في القصة دي وكويسين انت فتحتها. احنا لسه لسه اربع معقولة اربع مطشات. ده في ناس بتسيب ناس سبع تمام مطشات عادي وازمة كبيرة جدا. وبيستحملوه. انا وكابتل اعرف فكرك بحاجة كمان. اه. دي فرقة شبه متكونة جديد. يعني فيها عناصر كتيرة جديدة. فانت كمدرب حتى عشان تعمل بينهم منسجام. محتاج شوات وقت. واهاب جلال معروف ان بداياته بتبقى وحش. صح. ده مش في المصر بس. اه في اي فرقة. في اي فرقة بيمسك اهاب جلال بداياته بتبقى مش كويسة. وبعد كده الكرف بيطلع. فده طبيعي على فكرة. كابتل اهاب جلال من المدربين الكويسين اهو في مصر. بس هو بتظلم في الحتة دي.